نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزان المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع يتساءل بعض الناس مستفهما إذا كان الله حكيما رحيما عادلا حرم الظلم على نفسه فلماذا نرى الظلم والشر ينتشران في بقاع العالم ولماذا نرى الظالمين يتربعون على عروشهم فمن قتل إلى تشريد إلى تيتيم إلى ترميل إلى تجويع هذا ما نناقشه في حلقتنا هذه مع فضيلة الدكتور حسن الخطاف دكتوراه في العقيدة الإسلامية نائب عميد كلية الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور أهلا وسهلا مرحبا ما هي الحكمة لوجود الشر في العالم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا علينا أن نثق أن الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يفعل إلا ما فيه خير وصلاح وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه حكيم إذن السؤال الآن أنه إذا كان الله حكيم فكيف يكون هناك خير كيف يكون هناك شر أخي الشر نحن هناك ربما بموازين أخرى لا نفهم هذا الشر يعني بمعنى آخر قد نفهم جزءا معينا ولكن أجزاء أخرى لا نفهم هل هي خير أم هي شر يعني يمكن أن نذكر نماذج مثال الآن كما تقدمت أنت بمقدمة يعني أنه كيف يتربع هؤلاء الظالمون على عروشهم وهؤلاء يسببون شر كما فعلوا ببلادنا عندنا قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل وأوجد فيه عقلا من أجل أن يميز الخير والشر إذن مدام الخير أصبح واضحا ومدام الشر أصبح واضحا هنا قد يرتكب بعض الناس أفعال الشر ترك الله سبحانه وتعالى الناس وما يفعلون يعني الله لا يحجز حقيقة يعني من شأن الله سبحانه وتعالى ومن عادات العادات التي رأيناها في القرآن فيما يتصل بخلق الله في الناس أن الله يمد هؤلاء وهؤلاء إذن الإنسان مخير الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وترك له الاختيار هذا الخير هذا الاختيار الذي ذكرته منه ما يفعل خير ومنه ما يفعل شر إذن فالشر الذي يفعل الآن هل فيه حكمة أم لا إذن الله سبحانه وتعالى هو حكيم لكن هناك أشياء ينبغي أن نعلم أن فيها حكمة وهي جزء من ذلك مثلا أخي الله سبحانه وتعالى لو لم يخلق الشر لما كان هناك ابتلاء لما كانت هناك جنة لما كانت هناك نار السؤال نفسه لماذا خلق الله إبليس هناك بعض الناس يسألون لماذا خلق الله إبليس أخي خلقه الله ابتلاء واختبار وامتحان يعني الآن أنا في نهاية المطاف أنا مدرس في نهاية المطاف إذا لم آتي بأسئلة أمتحن فيها الطلاب كيف يتميز هذا عن ذاك فوجود الشر أحيانا خلقا خلقا من الله وليس صفة من صفات الله وجود الشر أو ترك الشر هكذا ترك الشر هكذا للناس يفعلونه بمحض اختيارهم وبمحض إرادتهم من أجل أن ابتليهم الله هذا أمر الأمر الثاني من الفوائد أخي عندما يكون هناك ظالم كما في بلادنا اليوم جزء من الابتلاء وجزء من الاختبار أنت كمظلوم ماذا ستفعل؟ هذا ابتلاء شيء ردت فعل اتجاه العبسيط نعم هذا ردت فعل هذا جزء مما يجب عليك إذن فقضية الابتلاء ينبغي أن نضعها في حسباننا فالله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر خلق الحسن وخلق القبح خلق الحسنات وخلق السيئات لكن هذا لا يخدش في حكمة الله نعم هنا نحن نتكلم عن البشر عن الناس طب في أمور خارجة عن طاقة الإنسان خارجة عن طاقة البشر مثل أعصير مثل هدى وزينة التي يعني أصابت الشرق الأوسط بالكامل أليس هذا منافيا لقضية الحكمة الإلهية؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين جميعا وأن يحمي العالم جميعا من هذه النكبات فهي فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى أخي احنا عندنا مسألة هامة جدا وهي عندما نجهل شيئا لا ينبغي أن نقول لا توجد حكمة من هذا الشيء يعني هذه مسألة واضحة يعني أنا أجهل لماذا خلق الله العقارب ممكن بعض الناس يقول لك أخي أنا يعني هذا الشر أخي كيف تقول شر؟ يعني هذا أمامي قلم الآن لو جاءت بشخص شخص لم يمسك بحياته قلما ولم يرى قلما ربما يقول وجوده عبث تمام؟ إذن وجود الميكرافون الذي نحمله الآن شخص لم يسمع به جاء من غابات الكون أو ما إلى ذلك لم يسمع به ماذا سيقول؟ سيقول وجود هذه الأشياء عبث ووجود هذه الأشياء لا حكمة منها فكل ما في الأمر نحن قد نجهل هذه الحكمة جهلنا للحكمة لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أن هذا الأمر يخدش في حكمة الله لا كل ما في الأمر يا رب نحن نسلم أنك حكيم ونحن نؤمن بأنك حكيم وهي صفة من صفاتك والحكيم لا يفعل إلا الخير هون ما نشوف طبق كبير من الناس بيقولوا هذا الأمر طب أنا ليش بدي أصلي أنا ليش ده أصبر أنا إش الجيني من هذا الأمر ليش الله ما بيخلصنا من الموضوع ومنرتاح يعني ما بيعزبوا حالا بنتظروا فقط التعليم لا أخي أنا لا أعلم ماذا يعني ماذا قدر الله علي حقيقة أنا لا أعلم ماذا قدر الله علي يعني ممكن أنا إذا سؤالك أزيده توضيحا يعني شخص الآن ممكن تاجر تاجر وفي نهاية المطاف خسرة خسارة كبيرة جدا جدا ممكن يقول ما البداية طيب أنا ليش تعبت وليش شقيت أخي أنت لا تعلم أنت مطلوب منك أن تسعى لكن ربما يكون في سعيك بلى طيب كم من شخص يتوقو إلى الأولاد حتى إذا أنجب أولاد كانوا له ضرا وكانوا له شرا وربما قتلوه وعذبوه إذا أنا من حيث منظوري ومن حيث منظور الشرعي ومنظور الأخلاقي ومنظور علي أن أفعل الخير وعلي أن أطلب الخير علي أن أسعى علي أن أعمل لكن ربما أنا عندما أعمل أسقط وأقع مطلوب مني أن أشتغل ربما يكون أسقط من بناء مثلا أسقط من بناء فأموت لا يقال هنا والله لو كنت أنا لا أنت لا تعلم مطلوب منك أن تشتغل وثورتنا هنا مسألة أخرى يعني في المجتمع إنسان الله وفقه بتجارة ببيت بسيارة بزوجة صالحة فلان الله بيحبه أما بالمقابل فلان بيشتغل ولكن ما بيحقق الربح فلان الله ما بيحبه فما هي مسألة يعني هل هذا هو الابتلاء مختص بكل شخص أم أن هناك حكمة لا نعلمها إذن في هذه المسألة أخي محبة الله محبة الله لا ترتبط بالأمور الظاهرية لا ترتبط بجاه ولا ترتبط بمال ولا ترتبط منصب يعني ربا هكذا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشتربه حرام أنا يستجاب له ممكن شخص مدفوع بالأبواب لا أحد يلتفت إليه مسكين عاري هكذا دعاء واحد هكذا يستجيب الله له وربما شخص تجده هكذا يعني عليه الأبهة ومن المظاهر وعليه علامات المشيخة والمظاهر هذه لكنه بعيد عن الله بعيد عن الله ليست عنده صلة مع الله إذن ما نراه من آثار النعيم ومن آثار الجاه أبدا ليست ميزانا في محبة الله للعبد وليست ميزانا في بعد هذا العبد عن الله سبحانه وتعالى نعم هنا يقول الله تعالى قل كل من عند الله إذن فالخير والشر هنه من عند الله سبحانه وتعالى هل هل مسألة يعني أليست منافية لقضية الحكمة الإلهية أن يخلق الله الشر الله يزيك خير هذا السؤال يعني ينبغي فعلا أن نركز عليه لأن بعض الناس قد يشكك وأنا قرأت حقيقة قرأت لبعض الملحدين هكذا يقولون الله يعني كيف تقولون هذا إله عادل وإله خير ومنه الشرور ومنه كذا أخي هذه الآية موجودة قل كل من عند الله من عند الله خلقا ومن عند الله تقسيما ومن عند الله تقديرا ومن عند الله إيجادا يعني الآن قضية السكين أخي هذه السكين مثلا هي من خلق البشر من إيجاد البشر لكن الإشكال أين هو خلق خلق الله لنا هذه الأشياء الله خلق الإنسان والإنسان خلق هذه الأشياء تمام؟ إذن من الله هي خلق وتقدير لكن مني كسب ما معنى كسب؟ يعني نرجع مرة أخرى مثلا السكين أخي السكين تبع في الأسواق وأنا ممكن أستخدم هذا السكين في قضية الطعام والشراب وما إلى ذلك هي أوجدت من حيث الإيجاد أوجدت تمام؟ لكن أنا قد أصرفها لأمر الخير وقد أصرفها لأمر الشر إذن فأنا لدور قضية الاختيار هنا أخي هذه مسألة من قضية الكسب الكسب يعني أن أجني هذا الأمر أنا أكسب هذا الأمر أنا أفعل هذا الأمر فالله سبحانه وتعالى في قضايا الأخلاق هنا في قضية الخير وقضية الشر نعم هو من عند الله كان بالإمكان أخي أن لا يخلق هذا الإنسان وكان بالإمكان أن لا يخلق الشيطان وكان بالإمكان أن لا يخلق شيء لأن هذا كله من قسم ما يسمى بقسم الممكنات عندنا لكن أوجده من أجل الابتلاء والإنسان لا يوجد هذه الأشياء إنما يكتسبها اكتسابا فإذا الإنسان إذا أراد أن يستخدمها بشكل صحيح أو كما يقال بشكل خير يجب أن يتبع الشرع أما إذا كان يريد أن يستعملها بشكل شرير أو يستخدمها في أمور سلبية في المجتمع فذلك بالابتعاد عن الشرع هنا يأتينا السؤال يتساءل عنه الكثير من الناس ونريد أن نوضيحه أيضا لكثير من الناس أن الاسلام بفعل أو الناس المسلمين بفعلهم للخير انتشر الاسلام فهذا ما سنأخذ الوقت منك في الجواب عليه بعد الفاصل فاصل قصير ونعود عزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين دكتور ننطلق من النقطة التي توقفنا عندها يقول كثير من العلماء أن فعل المسلمين للخير كان سببا لانتشار الاسلام فبالتالي هناك آثار للخير على مستوى الفرد والمجتمع لو توضح لنا هذه الآثار أخي هو الشريعة الإسلامية ليس التنظير يعني صحيح أننا نقرأ الكتاب ونقرأ السنة النبوية لكن هذا الأمر يبقى نظري كيف نطبقه تطبيقنا له هو الذي يجعل من ديننا يسر هكذا في قلوب الناس وإلا فإن الإيمان إذا أصبح هكذا يصبح فكرة في الذهن يصبح لا معنى له صراحة من هنا حقيقة يعني الانتشار الاسلام عندما انتشر في أفريقيا وفي آسيا وفيما إلى ذلك لم يصل السيف كما يقول لم يصل إلى هناك من خلال حسن السلوك من خلال حسن المعاملة وبالتالي لا نخشى من الإسلام لا نخشى على الإسلام إذا كان سلوكنا جيد ونخشى عليه إذا كان سلوكنا سيئ إذن أخي إذن قضية السلوك هي المحك يعني أنا كيف معذرة يعني عندما تنتج شركة دواء كيف أحكم على الدواء أنا يجرب أولا على الحيوانات والفئران وما إلى ذلك إذن قيمته من خلال آثاره الشجرة هي شجرة لكن كيف أحكم على أن هذه الشجرة يعني غالية الثمان ومن خلال الثمار ثمرة العبادة عندنا هي تظهر من خلال السلوك وإلا صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك ما وجدت من أجل ذاتها وإنما من أجل إيجاد سلوك صحيح ومستقيم في المجتمع يعني باختصار من أجل إيجاد الأخلاق الحسنة لو نطبق هذا الكلام على الواقع كيف هو السبيل في الواقع من خلال تطبيق الخير إلى تحسين صورة المسلمين عامة وفي سوريا خاصة يعني المنهج في هذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى لنا عندما يريد الله منا فعل الخير علينا أن نفعله وعندما يريد منا فعل الشر علينا ترك الشر علينا أن نتركه إذن المنهج هذا سواء في بلادنا أو في سوريا أو فيما إلى ذلك حتى الآن مثلا في يعني كما سمعت هذه قضية الرسوم المسيئة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أخي نحن صراحة نخشى يعني من إساءة المسلمين على الإسلام أكثر من إساءة غيرهم هذا ليس تبرير لصنعهم لكن ما يفعله المسلمون اليوم وكما قال أحدهم ذاك الحمد لله الذي عرفني بالإسلام قبل أن أعرف المسلمين إذن فنحن نطالب بالسلوك لا نريد أخي أنت تجد الآن في المساجد قد تجد ناس كثر يصلون في المساجد لكن تعال خذهم إلى قضية البيع والشراء والغش والمعاملات والاحتكار وما إلى ذلك أخي خذ مثال آخر أشخاص قد تجدهم في الصف الأول يمسك المسبحة وما إلى ذلك وهو أصبح تاجرا كبيرا من خلال الثورة استغل ظروف الناس هناك استغلال عجيب جدا يعني عوضا عن أن نرأف بإخواننا المهجرين والموجودين وهذا الغلاء الفاحش أصبح يعيش على كتاف الآخرين يعني بمعنى آخر بمعنى آخر ربما تجد هكذا مصلي ويقرأ القرآن ويختم كما قال لي أحدهم يعني قال لي أن أختم في رمضان خمسة عشر مرة القرآن يا أخي وهو زكى لا يزكي أين هذه الأخلاق؟ إذن الشريعة في واقع الأمر تريد منا أن نخرج هذه الأخلاق النظرية المبادئ النظرية إلى أرض الواقع لينتشر الإسلام من جديد ولا يشوه من خلال نماذج معينة حتى يعني نرى حاليا الناس استغلت هذه الفوضى وكانت من أهل مظاير الدين والتدين يعني كما يقال صار وصلت المرحلة مثلا صار يسرع كبلات الكهرباء بحجة أنها من أموال النظام أو أنها من أموال سبة كما تقال نعم هو هذا إذن أين الخير وأين الشر في هذا أخي كما قلت أنت الآن قضية الماء قضية الكهرباء بعض الناس هكذا الكهرباء بعض الناس بعض الناس يبني كما قلت يبني أخذ يبني بيوت في أماكن أخي محظورة هناك من أخذ هذه المنطقة يعني يطلب أن ارتفاع يكون أربعة طوابق لماذا تجعل خمس طوابق ست طوابق هو ماذا يقول لك يقول لك والله هذا نظام يعني هذا نظام من النظام يعني هذا نظام من بشار وبالتالي علينا أن نتجاوز لا يا أخي قضية القوانين البلدية ليست لها علاقة بالشر وليست لها علاقة بالنظام نعم ربما يكون التوظيف وهذه المسائل لها علاقة فأخي إذن حتى نخلص إلى نتيجة أنا أفعل الخير كأخلاق من خلال ما يريده الله سلوكا وأن أجتنب الشر أيضا من خلال ما يريده الله سبحانه وتعالى سلوكا والثورة للأسف يعني هذه الثورة لا نقول للأسف حتى يعني خشي أن يتصور البعض على أنها ليست يعني لا يبغي أن نقوم بها أنا أقول للأسف لأنها أنتجت أخلاق سيئة في مجتمعاتنا ولا نتحدث فقط عن أخلاق يعني موجودة عند النظام الذي فاق كل التصورات حتى من الطرف الآخر يعني ظهرت سلوكيات للأسف يعني لا تصل إلى المستوى المطلوب متوحش يعني بالمفهوم العمي كما يقال هنا ننتقل إلى مسألة أخرى إذا فعل الإنسان المسلم أمرا خيرا عملا خيرا فإن الله يحبه ويناله محبة الله تعالى طب إذا كان الله سبحانه وتعالى يحب العبد فلماذا يبتليه؟ ما هو مفهوم الابتلاء طالما أن الله سبحانه وتعالى يحب المسلمين؟ كما قلت الابتلاء له صور عدة يعني وله فوائد يعني هذا الابتلاء أخي نحن أولا علينا أن نوقن كما قلت وهي مسألة غاية في الأهمية أن الله حكيم هي مسألة عقديية مهمة كما قلت عقديية أبدا الحكمة صفة من صفات الله يعني أنت يعني ربما يكون رجل في البيت هكذا يعني له وزنه تقول هذا حكيم فكيف بالله خلق هذا الكون وخلق السماوات وخلق الأرض وما إلى ذلك فالحكيم لا يفعل إلا ما في حكمة طيب لماذا يبتلي فلان؟ أخي من إيش لي حكمة؟ ما هي الحكمة؟ قد نذكر صورا للحكمة ولكن لا نستطيع أن نحصي هذه الصور من جملة ذلك أخي ربما يعني تكفير عن السيئات ربما تكفير رفح للدرجات طيب ما الحكمة أن يخلق إنسان مشوه؟ والله أمر غريب يعني من حيث المنظور يعني شخص ولد مشوها هكذا ويعاب ربما ينظر إليه بتأفف مقعدا وشخص هكذا ولد في أسرة غنية مترفة ووجد النعيم كيف يتساوى هذا مع هذا؟ مع هذا الله أن يتساوى في الآخرة أخي حتى لو أولا علينا أن نفق أيضا وأن نكون متأكدين أن المال والجاه ليس ميزان للقرب والبعد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فهذا الفقير أخي هذا الفقير ممكن لو كان غنيا لطغاه هذا أمر الأمر الثاني عندنا شيء في الآخرة هي قضية أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الجميع معاذ الله أن يجعل صاحب الصورة الحسنة الذي ينظر إليه الناس باستقامة وصورة حسنة وهو هكذا وشخص مقعد لا يستطيع الحركة أن يتساوى عند الله فهذا له يقينا على أن الله سبحانه وتعالى سيكافئ هذا سيكافئ هذا تعويضا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظروا إلى صوركم ولا إلى جسامكم ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم طب هم من باب تاني في ناس بقلت لك أني أنا طالما أبتلى الله سبحانه وتعالى رح يكفر عني زنوبي رح يرفع لي مقامي ودرجتي بصير نحن ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب ابتليني يا رب مردني يعني فعلا أنه السؤال يريد يخطر على البال لأنه إذا كانت يعني الابتلاءات والمحن والشدائد فيها تكفير للدرجات فيها رفع للدرجات وتكفير عن السيئات طيب ليش واحد ما يبتهل إلى الله يقول يا رب صب علي المصائب صب وأنزل عليها كذا لا أخي أو يتم أولاد أو لا لا أولا نحن دائما نطلب السلامة من الله ونسأل دائما نسأل الأشياء الرفيعة والأشياء العالية لكن عندما نبتلى علينا أن نصبر وهذا ممكن يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاصبروه ما معنى هذا؟ لقاء العدو أخي فيه مصائب وفيه قتل وفيه تشريد وفيه ربما دخول على البيوت وربما فيه سلب للنساء تهاك عراض فتجي تقول يا رب يعني مثلا اللهم يا رب يعني أنزل علي المصائب والمحن لا لكن إذا نزلت هذه المحن والمصائب علينا أن نكون بصبر وعلينا أن نكون جليدين هل الصبر هو أن نقف بس نصبر ونقول يا رب نفرج لا بس أكمل هذا أمر الأمر الثاني أخي الأمر الثاني يعني قد ندعو وقد لا نستطيع أجسامنا لا تتحمل البلاء يعني المصائب والمحن لا حدود لها يعني شخص ممكن يدعو ويقول يا رب يعني أصبني بمصيبة يكون عنده ثلاثة أربع ولاد دفع واحدة يذهبون فإذا من الخطأ أن تقول لأنك لا تعلم حقيقة الأمر المحن التي يمكن أن ينزلها الله بك لا حدود لها المصائب لا حدود لها إذن الجواب عن هذا عن هذا الجانب العقدي يعني من أمرين المسألة الأولى أننا لا ندعو وإنما دائما ندعو بالسلامة وبالحسنة وبالاستقامة وبالخير وبالرزق الحلال والأمر الثاني أننا لو دعينا أخي قد لا نستطيع قد لا نستطيع أن نصبر والصبر يعني مطلوب من الشخص نعم في حال صبر الإنسان فما هو الجزاء المترتب على صبره يعني على بعض الناس يعني يفرحون بصبرهم الذي يعيشونه الآن يعني والله يا أخي يعني هذا الصبر يعني لا أظن أن بلدا ما صبر أكثر من السوريين أبدا أبدا يعني الصبر كل الصبر هكذا الصبر هو عند السوريين فصبر السوريين صبر لا حدود له اليوم أعراض تهيكات بيوت خربات يعني أطراف بترات عيون هكذا فقئات إذن ما هو صبر علينا أن نصبر يقينا أن الله سيجازينا ونتذكر هنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني بغير مكيال يعني بمعنى هكذا دفعات دفعات نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يخفف المحنة عننا كسوريين آمين نشكركم جزيلة شكر دكتور نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة لنلقاكم في حلقتنا القادمة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعات نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعات 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 نحن للحق دعاة ورعات